نكملين معكم بحديثنا مع الدكتور إبراهيم اللي بدور عضو مجلس الأعيان مساء الخير مرة أخرى دكتور إبراهيم يعني بدي أرجع لنقطة توقفنا عندها عند الفاصل حضرتك كنت عم تذكر الدوائر في عمان وكنت عم تشرح من الدائرة الثالثة اليوم اللي هي كالة الدائرة الخامسة ونتقرعت بأنه المواطنة اليوم لليوم مش عارف ولكن يوم الانتخابات رح يعرف طبعا إذنك لاحظت حتة في البرومو اللي قد يعني في بداية البرنامج اللي ما قدمته في واحد حتى إلو لحي يكبولك أنا والله أنا مش عارف لازم شرحونا أكثر لازم كذا أنا أعتقد المشروع الدولي صال أو مشروع الدولي السياسي صاله من 2022 يعني عندنا حوالي كان سنتين سابقات شرح كان فيه يعني بديش أضل من الناس يمكن هاي المستقل اللي عملت وزارة شلو سياسية يمكن في فترات معينة عملت أكثر يمكن فيه ولكن الصورة العامة يجب أن يكون فيه عبارة شرح أكثر مرة ثانية ممكن فيه أحداث داخلية أثرت على المشهد فيه أحداث خارجي كمان كانت ذات أهمية والناس تابعوها أكثر ولكن هذا المشروع انشغل عليه بدي أسميه ولكن المفروض كان فيه شغل أعلى وأكثر يبرايك فيه تقصير لا مش تقصير بدي أسميها المفروض انشغل أكثر يعني بديش أسميها بالعبارة تقصير لا أعتقد فيه جهد كان ولكن أعتقد أنه لازم كان فيه شغل أكثر وأكثر من أماكن مختلفة بغض النظر في هذا الموضوع يعني بتعرفي خصوصاً موضوع الأحزاب يعني بدينا وضع الصورة أنه إحنا القانون هو بعد ما اكتمل وصار في عنا قانون حزاب وانتخاب وتعديلات دستورية ألقيت الكرة في بلعب الأحزاب فالحزاب أيضاً تتحمل مسؤولية بصراحة كبيرة في هذا النقطة في تسويق نفسها وأكبر دليل أنه سوريا في بعض الأحزاب لأخر يوم ما كانت عارفه وآخر يوم فيه سحبه إضافة بدي أسميها كان فيه سحبه إضافة في القوام يعني لا فوت فلاني لا طلع فلاني لا أخلي محمد يروح خلي علي لذلك يمكن ليوم الخبيسي لو كان يوم التسجيل لازلت القوائم كانت معومة سجلوا بده منزو الناس بعدين غيرت الأزمة وذلك لاحظت في بعض قوام العزاب اتغيرت مرتين ثلاثة وفي بعضها تسربت وبعدين قالوا لا وبعدين قالوا آه بعدين قالوا لا فلذلك هاي الصور العامة النمطية تخلق حتى بلبلة بالحزب فالحزب المفروض خلاص عارف شو فكرته عارف شو المفروض أنه يقدمها من هو بدي أنطلق على موضوع البرامج للأمانة لما كانت الفكرة العامة موجودة كانت الفكرة يجب أن يكون تروح تصوتي أنت ليلك ولا إبراهيم ولا محمد ولا يوسف يروح يصوتي يتطلع شو برنامج الحزب هذا شو بدي يعمل بالصحة شو بدي يعمل بالتربية شو بدي يعمل إلى آخر المفروض هذا الهدف الأساسي للفكرة أنك تروح يصوتي للفكرة وليس للشخص وهذو الأشخاص اللي بدهم يكونوا تحت البرلمان يمثل الفكرة لا يمثل أنفسهم يعني المفروض بيجتمعوا قدام بيهم بالحزب بقولوا إحنا أخذنا لما كنا بدنا نزل الانتخابات قلنا راح نعمل بالتعليم 1-2-3 بالصحة 1-2-3 الموازنين بدنا نعمل أشياء هاي لما يصير فيه قانون يجب أنهم يتماشوا مع الفكرة الأساسية اللي صار عليها بنا ما يغيروا لذلك المفروض أنهم يكون هاي الأفكار المطروحة ولكن وين المشكلة الملاحظة الآن أنه فيه فيه أشخاص لا زالت لغاية هاللحة وهذا اللي يجب أن نحترف فيه كلاتنا لا يوجد برامج حقيقية ولكن أعتقد زي ما سمينا ما قبل شوي فكرة يعني ما نضجت بشكل عام على الأرض لذلك يمكن هي في بدايتها أول خطوة أعتقد راح تكون المفروض انتخابات إن شاء الله 28-28 خلال أربع سنوات الحزاب ستتعلم تقدم روايثها الحقيقية تقدم أفقارها بحيث 20-28 يكون الانتخابات مختلفة طيب يعني ساعتك إذا بنا نحكي عن دمج الدوائر الانتخابية شو هي الفلسفة السياسية من هذا الدمج حكينا ما قبل شوي إحنا في النهاية لما ينزل نائب عن منطقة معينة يجب أن يكون نائب يمثل المنطقة كلها ولي يمثل عذرا بدي أسميه تيار مثلا معين ولا يمثل بيسميها قرابة دم ولا يمثل عبارة عن قرابة بدي أسميها علاقات اجتماعية يجب أن يكون هناك شخص ذو وزن بالمكان ساحب أن يكون عندك مثلا أيام زمان في بعض الأماكن زي ما قلت لك في رابط الدم عندها 4000 صوت بتنزل كل مرة بتنزل كل القائمة بدك 4000 فوز بشأن تفوز بتنزل كل مرة القائمة تتجمع معك وفي فكرة دورية أنا بعرف فيه ناس دورية يعني أجت ليلك حتى لو كانت نائب مميز ممتاز شكرا إليك تعيب راهيم مثل المرة جاء بدنا نزك على اسم الرابط الدم بدنا نسميها ومن ثم على ما نحن عليه لذلك هو انتماء والشخص لا ينزل بكون لا انتماء فقط لهذه الفئة اللي انتخبته باقي بكون غير الآن لما تصوت أنت حتى هاي الفكرة لازم نسوي تحالفات وإذا بتلاحظ حتى القوائم اللي نزلت المرة هاي في إربد بدي أسميها وحتى لأنه كانت على فكرة صار فيه سحب 25% من كل مقاعد الأردن يعني حتى الصلط كان لها مثلا عشر صاروا سبعة لذلك الآن صار إذا بتلاحظ الانتخابات يبطلع القوائم في نواب سابقين متجمعين مع بعض يعني مش شخص واحد قوي بتلاقيه في القائمة تطلع بتقول ايه هذا نائب سابق وهذا نائب قبله وهذا كان هذا وهذا زعيم بدي أسميه منطقة وهذا زعيم عشيرة وإلى آخر يتجمعوا الأقوية مع بعض مشان يقدروا يفوزوا الآن لا تستطيع انك شخص عندك أربع تلاف واربع تلاف صوت تنزل وتفوزين بدك هذا أربع وهذا أربع أربع لحد ما القائمة تعبر ومن ثم يصير في عنا عمل آخر يعني ساعتك برأيك أنه هذه خلينا نحكي الاتحادات التحالفات اللي عم بتكون من شكل هذه القوائم رح تكون فرصة للتغيير نعم وأعتقد الفكرة حتى احنا حتى برعا ذهبنا لموضوع التيارات بدي أسميها لذلك وضعنا ما يسمى بالعتبة العتبة تنمكي الناس فاهمينها ولا مش فاهمينها الصورة العامة العتبة كالتالي زمان كان أي وحد ينزل حطينا 2.5% شو عنا 2.5% من مليون شخص 2.5% يعني فيه 50 ألف صوت يعني أي حزب بده ينافس يدخل على 41 مقات يجب أن يحصل أقل إشي على 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 50 ألف صوت هذه الفكرة كانت بالـ 2012 بس ما كان في نظام العتبة لذلك لاحظنا في تجمعات لسرعة 2012 من كل قائمة فاز 1-2 1-2 1-2 كذلك رجعنا على نفس الفكرة ما ضغيرت ما ضغيرت الموضوع لذلك الآن أعتقد الفكرة العامة راح تكون لمجموعة الأشخاص اللي داخل برلمان هم بيحملوا عبارة عن الفكر نفسه حتى إذا صار فيه مثلا شخص ما عجبوه شو راح صوت للحزب أعطينا حق للحزب أنه يغيره ويجيب واحد ثاني لذلك أنا حكيت لك الفكرة العامة المفروض تكون أحسن مفروض يكون عندك رأي تحت القبة مفروض يكون فيه تصويت واحد فيه عبارة عن انسجاب وتناغم بين النواب الموجودين بحيث ما يكون العمل فردي بحيث أنك بدك تغير بدك بدك تطور تعمل حتى إذا أنك صوت للحزب هذا جيت لحزب سيل مراي صوت طول الناس وعبارة عن نجحه أربع سنوات كان ضعيف وما أدى شي وما سوي شي واجه حزب آخر قدم فكرة أخرى لا لا زي ما صار سوري في بريطانيا المرة الماضية كان عندك العمال والمحافظين المحافظين صار لهم حوالي يمكن خمس عشر سنة وهمهم سيطرين عاقبوهم عاقبوهم المسوتين عاقبوا المحافظين على 12 سنة بالوعود ومع عمل شي ورحوا مع العمال لذلك العمال هم الآن اللي بتصدروا فالفكرة الآن لازم يكون عندك عبارة عن التيارات وبدأ أحكي شغليه كمان الأحزاب ليست هي التيارات يعني عذرا مش هذا الحزب هو يمثل التيار لا التيار يمثل إنك ما بتقرأ تقول هذا الحزب هو يمثل فقط هذا التيار وانت حر في عندك يسار وعندك يسار أبعد اليسار عندك يسار متوسط وعندك يسار قريب من الوسط وكذلك ابناء مثل يمين وفي عندك وسط اللي هناك ناس كثير يمكن حابين يكون موجودين أعتقد هي فكرة نبيلة أنا بسميها دائما بطلق عليها التطبيق يمكن في البدايات يمكن في بعض الملاحظات ممكن يصير لها انتباه ممكن يصير فيه تغيير وحتى الحزاب لازم تقدم إشي جديد بحيث تحظى بثقة أكثر نعم فرصة الحزاب اليوم في الانتخابات كيف تقيمها فرصة عالية جدا بالعكس أنا سويت لك ممر سويت لك ممر ممر إجبالي أنا بالقانون عطيتك ممر وعطيتك حق وعطيتك حوالي أنا 41 مقات أخذتهم وعطيتك إياهم بحيث أنك تذهب وتصوت فيهم أعتقد يمكن ولكن الأحزاب هي أكثر ناس محظوظين وبدي أسمي الشباب والمرأة أكثر ناس محظوظين أيضا أو يعني أخذوا فرصة عالية في هذه الانتخابات والتحديث السياسي بشكل عام أنت بتحكي يعني 25% أو أدقل 20% لازم يكونوا بالقوام الحزبية بالأصل وعندك من أول ثلاثة من أول عبارة عن ثلاثة لازم يكون شاب من ثاني ثلاثة لازم يكون مرأة ثاني ثلاثة لازم يكون إمرأة من أول خمسة لازم يكون شاب يعني من أول ست مقاعد في الترتيب عندك سيدتان وعندك شاب وهذا الشيء بصراحة يعني وضع بالقانون بحيث أنك تضخذ ماء جديدة وأنك تجيب نخب إحنا الآن ترى مشان الأمور تكون أوضح وأوضح في عنا مشكلة بالنخب في عنا نخب سابقة محترمين ومقدرين الآن إحنا بعض مرات حتى لو بدك تدور بدك تحط واحد في منصب معين بدك النخب بصراحة يعني ما فيش إنتاج للنخب عالي بالرغم أنه الناس يعني مليانين في ناس كثير موجودين في ناس ممتازية لو أقولك عديلي بتقول لي أفلان أفلان بس ما تجيب بدك تختار النخبة عنده خبرة عنده عمل سياسي عنده كذلك يعني بينقوسين بتوقف وكان أهم مكان لإنتاج النخب في الأردن هو مجلس النواب هذا الحكي من 1989 ولكن اتغيرت ومن ثم أجلت النقابات فترة معينة كانت هي تصدر النخب ومن ثم بلاحظة كمان صارت خبا يعني بارعا يعني صورتها العامة بدي أسميها وصار فيه خبوا فيها لذلك أنت بتذهب الآن أقول معك سريحة الدولة عندما تفكت تذهب للجامعات بتشوف دكتور بتشوف عميد كلي ممتاز بشو مشرتهم هذول إنهم غير مسيسين كثير ممتازين وبروفيشنل وبشتغلوا وهم بسموهم بتكنقراط ممتازين ولكن يمكن بده فترة لما ينخرط في العمل السياسي بحيث يكون مسيس لذلك أعتقد الفكرة كمان من العمل كل التطوير السياسي إخراج نخب جديدة نخب جديدة سياسية وفي نفس الوقت لازم تكون كمان بتكنقراط يعني لازم نلاقي محامي لازم تلاقي طبيب لازم تلاقي اقتصادي لازم تلاقي إعلامي لازم تلاقي لازم تكون فيه صورة والحزاب لازم تقدم هذه الوجو بحيث أنه في المستقبل يكون عنا كمان خيارات أكثر بنخب جديدة نعم بسعاتك إذا تحدثنا عن تعامل الأحزاب مع توزيحهم على الدوائر لحتى يزيدوا من فرصهم لأنهم يوصلوا وياخدوا أصوات أكثر اليوم نحن نحكي عن تحديدا الاعتماد على خزان الأصوات وهل بالفعل إذا من نحسبها العاصمة وإربد هم خزان هذا الأصوات والهدف الأكبر للأحزاب يعني أعتقد عمان نص الأحزاب بشكل عام يعني عمان بتحكي يمكن 800 ألف وفيه 600 ألف يعني بتسولف حوالي يمكن مليون نص لمليونين ناخب في عمان فقط يعني نص عدد الأصوات أقول 40% أو قبل النص في عمان عدك الزارقة وعندك بنسبة بنسبة هاي الأماكن خزان كبيرة ولكن مشكلتها في نسبة التصويت نسبة التصويت مش عالي يعني عندك في أماكن أقل في أماكن أقل وعدد سكان ولكن نسبة التصويت تصويت 70% بصوته متقارب للناس اللي بعمان اللي المفروض هم عمار 500 ألف ولا 400 ألف ولا 600 ألف في عندك ناخب ما بصوت منه بغير 9% بع المرات لذلك بطلع النسبة عدد المصويتين يقليل مقارنة مع أخرى محافظة أخرى بدك تسميها أو دائرة أخرى كل فيها 100 ألف بس بصوت عندك 70% ولا 8% بصوته بع المرات لذلك أنا أعتقد الضغط على العمان ولكن هو صحيح لازم الأحزاب تتجه لهاي الفئة اللي هي صامتة لازم تتجه لها بحيث أنها تجذبها بأسوأ بأفكارها تجذبها بطرحها لأنها هي هاي بع المرات بتقول لك أنا محبطة لن يحدث هناك تغيير لن يحدث ولكن هذه الفئة إذا شاركت رح تشوف شكل آخر رح تشوف تصور آخر لذلك الأحزاب بصراحة الآن الضغط على الأحزاب الدولة قامت وحطت قوانين وحطت عبارة عن دستور وعدلت تعديلات كبيرة الآن الكرة الرئيسية في ملعب الأحزاب يجب أن الحزاب تنزل على الشارع وبصراحة أنا أعتقد لغاية الآن إحنا ما ظلش غشار ترى عن انتخابات ومفروض الحزاب إنها من زمان يعني يعني في بعض الأحزاب للأمان اشتغلت ولكن مطلوبة الأحزاب كلها تنزل على الشارع تشرح للناس تسوي رقاءات بشكل منتظم بحيث أنها تعبع عن فكرتها ومش فترة الانتخابات ترى يعني المفروض ما بعد عشرة تسعة المفروض كمان الأحزاب تظلها تنزل مع الشارع تتواصل معه تشرح له لأن هذا بناء للألفين وثمان وعشرين وانت بتشوف الأيام يعني بارح السبت يعني اليوم خميس بكرة الأحد كنا بشهر واحد يعني بشهر تماني بكرة انتخابات أربع عشرين طرفات تغمض كمان أربع سنين لأيام هيك سريعة وانا قاعدين بنحكي نفس الحكي أنه في انتخابات وفي تجديد إن شاء الله نحكي بصورة إيجابية أكتر بأننا خذنا نعلمنا من هاي التجربة 100% إذن شكراً لوجودك معنا سعدت دكتور إبراهيم ألبدور عضو مجلس الأعيان أهلاً وسهلاً شكراً سيدة أعطوك العافية إن شاء الله عليكم